ايها المشاهدون الاعزاء مرحبا بكم مرة اخرى في هذا البرنامج خواطر وحوارات نستهدف منه ان نوصل تأملات مبسطة لكل اخوة المشاهدين والمشاهدات ونتحدث احاديث من القلب الى القلب ونحن نحاول ان نساعدكم على حل مشكلاتكم وعلى توصيل كلمة الله اليكم مرحبا بكم كنا نتحدث عن انتظار الرب في حلقة الماضية وذكرنا عبارات جميلة انتظارا انتظرت الرب تمال الي وسمع صراخي اياك انتظرت اليوم كله نفسي تنتظر الرب وقلنا ان انتظار الرب ينبغي ان يكون صبورا اذ ان الله قد يتمهل علينا لحكمة عنده لا نستطيع ان ندركها وقد يكون الانتظار طويلا وملئا بالغياهب التي لا نستطيع ان نرى فيها نورا وقد يكون الانتظار ايضا مشهوبا بكثير من المشاكل والاعباء والمتاعب لكن يظل التساؤل هل انتظار الرب يمكن ان يتحقق عمليا في حياة المؤمن اما انه مجرد اقوال او نظريات والجواب من كلمة الله الذين نظروا اليه استناروا ووجوههم لم تخجل ثم نستطيع ان نقرأ من كلمة الله ايضا هذا القول المبارك انهم اي منتظروا الرب يجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون انتظار الرب يمكن ان يتحقق عمليا في حياة المؤمن صحيح انه يتطلب صبرا قد يكون طويلا لكن يمكن ان يكون عمليا اذا كان انتظار الرب في حياتنا دائما انتظار الرب معناه انني احبه واتصلى اليه وانتظر معونته وانشغل به واتصلى الى محطة الوصول التي فيها التقي معه عيانا بعد ان اكون قد انضيت هنا زمان غربتي ايمانا فانا اعيش في مرارة المشوار بما في المشوار من متاعب ومعاناة ودموع واشواك لكن حلاوة هذا المشوار انه ينتهي بمحطة الوصول التي التقي فيها مع ذاك الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا كما التقي ايضا مع كل الاحباء الذين سبقون اليه فانتظار الرب اذا وان كان يتطلب مننا صبرا طويلا الا انه ينبغي ان يكون في حياتنا كمؤمنين دائما ثم وهذا هو موضوع حلقتنا في هذه الفرصة ثم ينبغي ان يكون انتظار الرب في حياتنا مفهوما باعتبار انه اختبار عملي نعيشه في كل يوم كل اليوم انتظار عملي بيننا وبين انفسنا في حياتنا الشخصية ومع عائلاتنا وفي احوال وجودنا مع جيراننا واصدقائنا وعبر مشوار حياتنا انتظار العملي هذا الانتظار لا يمكن ابدا ان يكون فاشلا في النهاية لابد انه يحقق كل الامان والاحلام في حياة المؤمن اما منتظروا الرب فانهم يجددون قوة وعندما ارسل الرب تلاميزه بلا كيس ولا مزود ولا احزيع ثم عادوا اليه بعد جولة كرازية ناجحة قال لهم الرب عندما ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احزيع هل اعوذكم شيء قالوا لا ولا اقول لكم ايها المشاهدون الاعزاء هذه اجمل لا في كلمة لا هل اعوذكم شيء قالوا لا انتظار الرب في حياتنا يكون دائما انتظارا عمليا فعين الرب علينا تشملنا في كل ظروف حياتنا فالنعش بهذا الايمان في حياتنا واثقين دائما ان الرب قريب اختبارنا في انتظار الرب يمكن ان يكون عمليا دائما يمكن ان يكون اختبارنا اليومي نعلمه لأولادنا عندما تشتد الظروف من حولنا نعلمه للناس من حولنا عندما يحلولك الظلام قدامنا نعلمه لكل الناس عندما تكون كل الأبواب مغلقة قدامنا واثقين أن باب الله بالنسبة لنا مفتوح دائما وعده اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم هذا وعده لنا وما خاب لنا أمل في حياتنا عندما كنا دائما نتطلع إليه صحيح أننا كنا عبر المشوار أحيانا نقول كما كانت المريمات تقول من يدح لجلنا الحجر وحرمنا أنفسنا من روعة الجمال في الحياة وحرمنا أنفسنا من هدوء الليل ومن نور الفجر حرمنا أنفسنا من الراحة والطمانينة ونحن ننشغل في ارتباك وهم من يدح لجلنا الحجر وعندما نصل إلى الحجر نلتقي به وقد سبق أن دحرج بمعرفة إلهنا أيها المشاهدون الأعزاء إن الله يفعل لنا ما لا نستطيع نحن أن نفعله لأنفسنا نحن نستطيع أن نرفع الأحجار في حياتنا فلنفعل لكنه يستطيع هو أن يقيم الميز في حياتنا وسوف يفعل هذا وعده لنا ينبغي أن نذكر أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى وأنه صانع الإحسان إلى ألوف ولم يتخلى عنا يوما حتى عندما تنكر الناس لنا وحتى عندما حاولوا أحيانا أن ينكلوا بنا ظل هو أمينا لا يمكن أبدا أن ينكر نفسه هذا يعطينا الطمانينة والسلام بسلامة أتجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا أي وحدك في طمأنينة تسكنني كان الولد الصغير هادئا نائما مستريحا في قلب السفينة التي كانت تمخر عباب المحيط كان الركاب مزعورين وخائفين كانت الأمواج متلاطمة من حول السفينة كان الضباب يحيط بها من كل جانب كانوا خائفين أيقظوا الولد النائم وقالوا له أولست خائفا الضباب يحيط بنا من كل جانب الأمواج تسلاطم من حولنا نحن في خطر البحر هائج العصفة شديدة والضباب من حولنا لا يمكننا من رؤية ما قد يجري من حولنا وعند ذلك قال الولد الصغير في ثبات وفي ثقة وفي يقين وهو يرفع وجهه إلى فوق قال الولد إن أبي هو قبطان السفينة وهو فوق الضباب من تحزن إنني آمن لأن أبي هو قبطان السفينة أيها المشاهدون الأحباب عندما تتلاطم الأمواج من حولنا وتشتد العواصف عندما يحيط الضباب بنا ولا ندري أين نحن سائلون وإلى أين نحن ذاهبون ينبغي أن نذكر أن عبارة الولد الصغير هي الأنشودة التي ينبغي أن نترنم بها كمؤمنين أبي فوق الضباب هذا يعطيني الطمأنين ويعطيني السلام جميل أن نذكر أن الله محب جميل أن نذكر أن الله قوي جميل أن نذكر أن الله حكيم لكننا أيضا ينبغي أن نذكر أن الله في محبته يرجو لنا الأفضل وأن الله في قوته يحقق لنا هذا الأفضل وأن الله في حكمته يقودنا إلى حيث الأمان والسلام والطمأنين والهدوء ينبغي أن يكون هذا انتظارنا وعندئذ يكون انتظار الرب في حياتنا اختبارا عمليا نعيشه في كل يوم من أيام حياتنا وهنا نذكر ماذا كان صاحب المزامير يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله لكني كنت أشعر أن دموعي تنهمر من عيني ليلا ونهارا وأنا أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد الموسف أنني كنت أشعر بانحناء نفسي فكنت أعاتبه لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأني نفي ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه واسمعي يا نفسي هذه الترنيم الحلوة العذبة قد فداني بالصليب قد هداني ذا الحبيب رافعا حملي الثقيل ذا حبيبي يا جموع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جموع يمكنكم الاتصال بنا على العنوان المبين على الشاشة وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات كثيرة وحياة مطمئنة هادئة فيها سلام وانتظار الرب فرقبو ماهو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة